يعني برضو الحياة فقرتنا بالعقل بعد انتهاء مبارتي الأهل يوسنبا يعني سواء هنا أو هناك كان في حاجة واضحة وصريحة جدا ولازم نقف عندها لأنها بمنتهى الصراحة أثارت العديد من الشكوك ومبكرا جدا التحكيم في إفريقيا في هذه البطولة خلينا نتكلم عن البطولة لأنه احنا ما عندناش حاجة من النهاردة لغاية يوم الأربع اللي جاي غير البطولة ما عندناش ماتشات تانية في النص شوفنا أخطاء تحكيمية كارثية كارثية بمعنى الكلم في مباراة سنبا سواء في القاهرة أو في تنزانيا ضرب الجزاء صحيحة 100% مش إسلام ولا الأهلوية اللي بيقولوا كل خبراء التحكيم في العالم ده تحت نظر كلنا رئيس لجنة الحكام في الفيفا تغاضي عن احتساب راكل الجزاء في مصر أو في القاهرة وأيضا في دار السلام في تنزانيا وحاجات واضحة جدا مش محتاجة تدخل من الفار سواء هنا أو هنا كمان مباراة تحديدا الكرة بتاع الكهرباء دي كلنا طبعا كهرباء يعني قام راجل محترم قام سلم على راجل وبيقول له معلش وبتاع يمكن خبط فيه ولا حاجة ولكن انت كحاكم ملكش دعوة بفعل اللاعد بعد راكلة الجزاء ده راكل الجزاء ومحضر في الاسم والحاكم شاهد ما شافش حاجة غريبة جدا 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 طب انا افهم ايه من هذه الاخطاء اهي افهم ايه انا من هذه الاخطاء هذه الاخطاء اثرت بشكل مباشر سلبيا على نتيجة المباراتين لو الاهل كان حصل على حقه في حقه التحكيم يعني في المباراة الاولى والمباراة التانية كانت المباراة تنتهب بشكل اخر هنا راكل الجزاء الناحية التانية او بعد كده في الجول اللي دخلت فيه ناجون فاول على اللاعب اللي ضرب محمد هاني وانا هنا مش بصدد الدفاع على لعبت النادي الاهلي انا قلت لحضراتكم ان لعبت النادي الاهلي ان هناك بعض التقصير وكذا والكلام اللي حضراتكم ايه عارفينه ده وكلنا عارفينه هل حد يستطيع ان هو يدافع عن ان احنا عندنا مشاكل في الكرات الاهداف اللي بتضيعها حد يقدر يتكلم محدش ولكن الكرة دي فاول ولا مش فاول ضربوا ولا ما ضربوش الكرة اللي فاتت راكل الجزاء ولا مش راكل الجزاء كنت هتفرق ولا ما كنتش هتفرق طب فين الفار هنا وفين الفار هنا ده لسه فيه مفاجأة حقولها لكم بعد شوية التحكيم بالنسبة لي علامة استفهم كبيرة جدا واسئلة تحتاج الى اجابات هل دي رسالة يعني نفهم منها ان هناك رغبة بعدم تتوجي الاهلي بهذه البطولة انا شخصيا لا اعتقد ولكن هي المسج غاية مش فاهمها واللي هم ده هو ده احنا قلنا عايزين حكام صفوة طيب نادالة انا باعتبره من حكام الصفوة او مش انا افريقيا باعتبره من حكام الصفوة طب هو نادالة مشافش الكرة بتاع الكهرباء ومشافش الكرة بتاع المحمد هاني انا صعدت اهو وبتكلم بعد ما صعدت وانا ما بحبش لغة المؤامرة مشكلة مش عندي المشكلة ان حضرتك كاتحاد افريقي بتفتح الباب للشكوك طب بمناسبة التحكيم او الحديث عن التحكيم في البطولة الدوري الافريقي يمكن خلال الساعات اللي فاتت تم تعيين الحكم البنيني لويز دي جندو حكما لمباراة سانداونزو الاهلي كحكم ساحة ويعاون البنيني ايريك المافو كحكم مساعد اول والانجولي لويز لويز اوليفيرا كحكم مساعد تاني واحمد امتياز من موريشوس كحكم رابعة اكيد بتمنى من تقم التحكيم العدالة والحياد والوقوف على مسافة واحدة من الفريقين ان مثل هذه المباريات صعبة لوحدها لا تحتاج ولا تحتمل اي هفوات تحكمية وبصراحة بقى نبسنا نشوف تطوير او تحسين في مستوى الحكام في القارة الافريقية لان ده مؤشر خطير جدا اذ استمر الوضع بهذا المستوى طيب ازيد حضراتكم من الشعر بيت من كان حكم للفار في مباراة السوبر الافريقي الاهلي والتحاد العاصمة الجزائري والتي لم يحتسب للأهلي فيها ضرب الجزاء واحتسبت نفس اللعبة بالضبط احتسبت لاتحاد العاصمة ولم تحتسب للنادي الاهلي وانا هنا بسأل اسمها ايه او حكم الفار في التوقيت ده اسمها ماريا ريفيت هذا الحكم او هذه الحكمة هي حكمت الفار في مباراة الاهلي وسوندونز طيب لما بقول لحضراتكم ان الاسماء بتتكرر وان لا يوجد جديد في التحكم الافريقي يعني فانا بوري حضراتكم ان الحكم او الحكم اللي حكم لنا في او اللي كان على الفار في مباراة الاهلي والتحاد العاصمة في السوبر الافريقي السيدة ماريا ريفيت هي هي اللي موجودة في مباراة يوم الحد ان شاء الله طب هو ما فيش غيرها طب افهمانا انا كرجل رياضي اهلاوي مصري كيف افكر ان هذا الحكم هذه السيدة ريفيت احتسبت ضد النادي الاهلي ركل الجزاء هي هي بالزبط نفس المباراة لم تحتسب بنفس طاقم التحكيم انا كاهلاوي افهم ايه واحنا هنا بنتكلم عن القارة الافريقية هل القارة الافريقية لا يوجد بها عدد الحكام يشيل مثل هذه البطولة من دور في فلك نفس الاسماء تقريبا في كل حاجة طيب ده حكم اخطأ هذه السيدة او هذه الحكم اخطأ في اخطأت في مباراة السوبر مش باعترافي ده باعتراف العالم كل الناس اللي اتفرجت على المباراة قالت لك ركل الجزاء للنادي الاهلي لم تحتسب هي هي احتسبت ضد النادي الاهلي عموما انا ما بحبش نظرية المؤامرة انا بقول هذا الكلام ليه لاني مستغرب انا مستغرب جدا جدا من اللي بيحصل ومن اللي انا شايفه للدرجات دي وصلنا لهذه الدرجة من الفقر التحكيمي في القارة الافريقية مش لقين حكام تانيين يحكموا مثل هذه المباراة الاهلي وسانداونز نجيب الحكم الفار اللي عملت مصيبة في مطش السوبر خلينا ننتظر اتمنى ان يكون طاقم التحكيم كاملا على مسافة واحدة من الفريقين لان مثل هذه المباراة لا تحتمل لا تحتمل مباراة الاهلي وسانداونز لا تحتمل اي شيء او اي هفوات سواء ضد الاهلي او ضد سانداونز كمان انا عايز اشوف مطش حلو انا عارف وواثق في فريق جدا فريق نادي الاهلي وعارف ان انا اقدر اكسب حتى في احلك الظروف ان شاء الله ربنا هكرمني واكسب ان شاء الله ولكن اذا كان هناك عدلة حكمية وليست مثل هذه الامور اشتركوا في القناة